حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد قال سمعت بوشير بن يسار قال سمعت سويد بن النعمان رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلم يكن عندهم طعام قال فأتوا بساويق فلاكوى منه وشربوا منه ثم أتوا بماء فمضمضوا ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى حدثنا ابن نمير حدثنا يحيى عن بوشير بن يسار عن سويدي بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عم خيبر حتى إذا كنا بالصهباء وصلى العصر دعا بالأطعمة فما أتي إلا بساويق فأكلوا وشربوا منه ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا معه ومام السماء أن